ما استمر لأزمة تأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد تصعدت الاحتجاجات الشعبية المنددة بغياب المعالجات الحكومية لهذه الأزمة وزير المالية علي علاوي كشف أن ديون العراق الخارجية بلغت 70 مليار دولار بينما بلغت ديونه الداخلية 60 مليار دولار الوزير ذاته قال أن رواتب الموظفين ربما تدفع بعد أسبوعين ولكن بشرط أن يصوت البرلمان على قانون التمويل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي اتهمت حكومة الكاظمي بمحاولة ابتزاز البرلمان في قضية رواتب الموظفين واعتبرت أن قانون الاقتراض الذي قدمته حكومة الكاظمي إلى البرلمان للتصويت عليه يتضمن مبالغ ضخمة لا تتناسب مع الأزمة المالية للبلاد برلماني من جانبهم اتهم الحكومة بتعمد تأخير الرواتب لابتزاز البرلمان وأجباره على التصويت على قانون الاقتراض بينما تذرعت الحكومة بأن تأخير صرف الرواتب بانتظار تصويت البرلمان على قانون الاقتراض الواردات المالية للعراق انقفضت كثيرا عقب تفشي جائحة كورونا عالميا والتي سببت انخفاضا في أسعار النفط حول العالم في وقت يقول فيه الخبراء إن تعظيم إرادات أخرى غير إرادات النفط أمر مستحيل حاليا خاصة أن قطاعات كالصناعة والزراعة والسياحة دمرت عقب احتلال البلاد عام 2003 ولم تقم الحكومات المتعاقبة بعدها بإعادة تأهيلها السجال يحتدم في خضم هذه المعضلات التي يدفع العراقيون ثمنها النائب باس الخزع الخشان قال إن الحكومة والبرلمان يسعيان لرهن البلاد لسنوات طويلة بسبب الاقتراض معتبرا أن على الحكومة توجه نحو خطط بديلة لتوفير السيولة المالية لحل هذه الأزمة ومع استمرار تأخر رواتب الموظفين أعلنت إضرابات عن العمل في عدد من المدن في وقت يحذر فيه الخبراء من استمرار اللاعب بأزمة الرواتب بين الحكومة والبرلمان ذلك توازيا مع جائحة كورونا التي تتفشى في البلاد توازيا مع البطالة والفقر والترد الاقتصادي والخدمي والأمني